توفي أمس المسيقار الكبير حلمي بكر بعد إسراء مع المرض وأصار خبر الوفاة حالة كبيرة من الجدل بسبب النهاية المأساوية للمسيقار والمفاجأة أن هشام ابن حلمي بكر قدم بلاغ بيتهم في زوجة والده سماح القرشي بقتله وبيتقال أن حلمي بكر وزر المستشفى مسموم وانتشر لابنه هشام تسجيل صوتي بيقول فيه أنه هيخد الإجراءات الرسمية بعد انتهاء حالة الحداد على والده ولكن أستسمحكم أنكم تدوني فرصة أني أعزي والدي هيبقى فيه يوم وفيه وقت للكلام على الخطوات القضائية والكلام الوقت أهم شيء أن أنا نكرم أبويها بعد مماته المفروض ناخد لحظة كده بقى نقف شوية عن المولد اللي احنا كنا فيه ده لأن فيه واحد خلاص توفى تعالوا بقى نرتب مع بعض المعلومات اللي عارفناها حلمي بكر كان متجوز من السيدة سامح القرشي وأنجب منها بنت اسمها رهام وبعدين انفصلوا وبعد الانفصال حصلت مشاكل كبيرة جدا بينهم وصلت للمحاكم وكمان برها فعلى لسان حلمي بكر في أحد البرامج قال إن طلقته أجرت له بلتجية ويدوله على إتموت على إتموت أنا أنا مش جاي بالعكز آه بس هذه العلقة اللي خدتها جابت بلتجية مين اللي قدر إدرى؟ طلقته طلقته جابت بلتجية إدرى؟ وإلى الأنبي يجوا البيت ورغم إنهما راحوا الاسم بتاع طلعوا مش حول أكتر من كده دي جاية من دي بس أنا جاي مسهنديني وأنا جاي وكشف الطب أثبت هذا كتف لي مين وكتف الشمال طب عارف محروقة منه قاوية أشوخ الحارة هل ده يصح في راجل ليه حجبه واسمه زي بالناس ما بتقول في العالم العربي وفي مصر تغيير إنه قال إنها منعا من رؤية بنته وبكى وهو بيتكلم عن قد إيه هي وحشته ونفسه يشوفها أهم بشيء أنت عارف في الموضوع ده كله بنتي هي دي الموثاري أنا عارف أنت عارف لقد تخيل بلى ثلاثة وثلاثين يوم خدتها مامتها حطتها في البلد كل يوم في بيت شك والبنت لما الناس طبوني تقول لي بابي وحشتني بابي وحشتني أبو سيدلكم يا بس أولين أقول حاني بابي حلمت بيك أن انت الناس مزع عليناك وبديك مية وراحت معياتها بابي وحشتني قوي لسه أول ما رح وطرح قطعت تريفين أمه وبعدين في فترة مرضه اللي قبل دي حلمي بكر رجع طلقته لزمته مرة تانية وكانت الأمور مستقرة لحد مرضه الأخير في ديسمبر اللي فات والمشاكل اللي حصلت بسبب أن طلقته منعت عنه الزيارات والمكالمات فحتى نقابة الموسيقيين نفسها فقدت تواصلها معي وحكت الفنانة نادية مصطفى في مداخلة تلفزيونية تفاصيل صادمة وقالت أنها تعرف حاجات أكتر من ديب كتير لكن ده بس اللي تقدر تقوله فكتبت نادية مصطفى على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنا لغاوية شهرة ولا عايزة كون تريند والناس كلها عارفة أن تفضيل الصمت من أولوياتي وصفاتي الشخصية في أغلب الأحيان لكن لما الموضوع يتعلق بالتشكيك في مصدقيتي والتشويش لإخفاء الحقيقة لازم أرد وقالت أنها أخذ الدكتور وراحت لأستاذ حلمي بكر بالاتفاق معه شخصيا ولما راحت لقيت الأبواب مقفولة الباب الحديد الخارجي وكمان الباب الخشب الداخلي وخبطت على الباب الخارجي كتير ونادت أخو زوجته لأنها عارفة أنه جوه وكمان كلمت زوجته في التليفون كتير وبعتت لها فيس نوت على الواتساب وما ردتش فطلبت أستاذ حلمي بكر فطلبت أستاذ حلمي بكر اللي قال لها أنه قاعد جوه لوحده والنور مطفي ومش عارف ولا قادر يقوم يفتح نور القوضة ومن الصبح بينادي على الناس اللي في البيت ومحدش بيرد عليه فقالت له أنها اتفقت مع دكتور أحمد الشريعي للكشف عليه وأنها بتخبط ومحدش بيرده وكلمت زوجته وهي كمان ما بتردش ولما بكى قالت له أنها هتبلغ الشرطة تيجي تكسر الباب فقال لها وهو بيبكي أنا مش عايز مشاكل ولا فضايح واحتراما لرغبته وقتها كلمت شخص تعرفت عليه عند الأستاذ حلمي قبل كده وعرفة أنه هو بيثق فيه جدا وشرحت له الموقف فقال لها قولي الحارس العقار ينط من على الصور ويدخل يفتح لك الباب وانهجلكه حالا وبالفعل حصل كده ولما فتح لها حارس العقار ودخلت كان أخو زوجته جوه وقال لها أنه كان نايم وما سمعش أستاذ حلمي وهو بينادي ولا سمع خبطها كمان وأن زوجة أستاذ حلمي وبنتها مسافرين البلد ووصل الدكتور أحمد الشريعي وكشف عليه وكتب له العلاج وراح أخو زوجته يشتري العلاج ويدله الدواء قدامها وكمان قالت أن معها دليل تاني وهو أن فيه شخص هناك اسمه بسام وهو من المخلصين والمحبين لأستاذ حلمي بكر راح في نفس اليوم بغدل الأستاذ ومعرفش يدخل وسابه مع نفس حارس العقار اللي فتح لهم الباب وتبعت نادية مصطفى أنا عارفة غلوتي عند الأستاذ حلمي بكر وعارفة أن استحالة يكون زعلان مني لإني قلت الحقيقة وهو طول عمره صاحب رأي حر ولا يخشى في الحق لو ما تلائم وتعلمت منه أقول الحق ولو على رقبتي وأخيرا حياة وأمان وصحة الأستاذ حلمي بكر أهم عندي من أي فضايح والأيام هتثبت صدق كلامي والكلام ده كله كان قبل الوفاة بيوم أما بقى في يوم الوفاة نزلت نادية مصطفى نعي للفنان كتبت فيه البقاء لله أستاذ حلمي انتقل لرحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين وبعدها بدقائق نزلت بوست مصير فكتبت فيه حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يا رب عدلك وانتقامك وابتدت الناس تشك فعلا من هنا في زوجة الأستاذ حلمي بكر بالرغم من أن مقاطع الفيديو اللي اتنشرت له في أواخر أيامه كان واضح فيها التعب الشديد أما الفنان مصطفى كامل فاكتفى بفيديو صغير قال فيه الأستاذ حلمي بكر مات لكل اللي سبوء هو مات خلاص وكان بين عليه الحزن والتأثر كمان نشر فيديو الحلمي بكر من أحد البرامج وهو بيشكره على وقفته معاه وقت لما طلقته جابت له بلتقية في بيته علشان يرد على الدعاء البعض بعد مساعدة النقابة لي ما تنسوش الاشتراك علشان تعرفوا أخبار جديدة ترجمة نانسي قنقر